بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشر المرسلين نواصل اليوم في شابتر 3 نشوف المقطع الرابع نشوف فيه ملتي لير سيلندرين سفير والكريت كارير جسوف انسوليشن الثاني من ريزيستانس نتورك هنا عندي نتورك عندي اكثر من ثلاثة سيلندرات طبعا نحن هنا ايش اللي سوينا لاحظ كأنه عندنا مجموعة سيلندرات اخذنا مقطع بس فهنا في عندي الكونفكشن ويقولك هنا ان بوث sides يعني من داخل الاخراء الوضع من داخل الوضعين به سيلندرات وفي سيلندر الخارج وそ senin ثلاثة السلندرات وهذه ما قلنا معلين is to doH تستخدمين Value ومقسم الخارج باتر Уino خلال ثلاثة سلندر وبعدين الـ Convection الخارج الـ Convection 1 قلنا واحد عليه H1 A1 اللي تعلق بهش بـ R1 وهنا عندي H2 A4 تتعلق بالـ R4 لما تكون الـ Q هذي الـ Q dot موجودة عندنا هنا اللي تمر خلال كل هذه الـ Resistance لما تكون has been calculated حسبت من قبل فأنت الـ T2 هذي الموجودة عندك هنا ممكن تحسبها بطريقتين يا إما لاحظ هنا عندي T-Infinity 1 إما تقول أنا أريد أخذ ما بين الاثنين هذا T-Infinity 1 و T2 وساعتها لازم تحط المقاومة تبعها ما بينهم وهي R Convection 1 R Cylinder 1 تجيب نفس العلاقة وممكن نجيبها بطريقة أخرى تقول أنا معروف مثلا عندي T-Infinity 2 فأنا سأخذ ما بين T2 و T-Infinity 2 لكن ساعة يكون عندك ثلاث مقاومات بدك الضيفة اللي هي الـ Conduction لاحظة R 3 على R 2 Conduction وبعدين الـ Convection الشيء هذا ينطبق على أي temperature أخرى خذ مثلا T1 ممكن تأخذها ما بين T-Infinity 1 أو تأخذها مع T-Infinity 2 أو T4 نفس الشيء هل لا بدنا نشوف Critical Radiation عندي هذه الـ Pipe الموجودة عندي هنا ومثلا موجود داخلها ستيم والمادة ساخنة وأنت ما ودك تتسرب الحرارة للخارج فتروح عمل هيش؟ حاط عليها مادة عازلة سمكة كم؟ هذا اللي بدنا نشوف سمكة كم؟ أضغط مواقع كلما طفعت المواقع كلما طفعت الأنسوليش هذا فإنت تقلل من هذي كمية تسرب الحرارة للخارج since the heat transfer area is constant إضافة يجب أن تقوم بإنسوليشن أن تقوم بإنسوليشن تقوم بإنسوليشن تقوم بإنسوليشن لاحق الكندكشن هذه الريزيستنس تبع الإنسوليشن هنا تتعلق بإيش؟ هل هي تتعلق بالأروان؟ لا الأروان هي الريجاس تبع سلندر الموجودة الأصلية هذه ما يتغير لكن أنت كلما زدت سمك المادة العزلة كلما زاد الريجاس اللي هو الـ R2 إذن لاحظة الـ R2 هنا موجود عنده فوق فكلما زادت الـ R2 الـ R insulation حد زيد فكلما زادت مقاومة المادة العازلة لنقل الحرارة فكلما كانت كمية المتسربة أقل إنه سلندريكال بايب كانت زيت أو أي شيء آخر فكلما زادت المساحة هذه كلما زادت كمية المتسربة من طريقة أو كلما زادت المادة لو تبرد مثلا حد دخل لنا برودة أكثر هنا لاحظة هذه هي الـ R تبع الـ Convection الـ R2 الريجاس R2 اللي تكلمنا عنه من شوية اللي هو سمك في النهاية الريجاس طبع المادة العزلة اللي برا هنا موجود تحت فكلما زادت هذه الـ R2 اللي هي مساحة ساحة السطحة الخارجية لأنه الـ As2 هنا سوى 2πR2 في L صح؟ إذن الـ R2 هذي ستزيد وكلما زادت كلما نقصت H هذه الـ Resistance ولما تقل الـ Resistance تزيد كمية الحرارة المتسربة هلأ بدنا نجيب الكريتكال ريجاس فعلي لاحظة هنا نحن قاعدين نزيد الـ R2 الـ R2 كلما زادتها يظل حتى هنا يظل يعني الكمية المتسربة الكريو ماكس المتسربة من هنا يظل دايما نتزيد يعني ما في فائدة إلا لما توصل لهذه هذه اللي هي الكريتكال اللي هي لما تكون فيها الكريو ماكس بعدها يبدأ التسرب تبدأ الكريو تنقص إذن الـ R-Critical اللي هي المفروضة تكون تكون أنت أعلى منها دائماً لاحظ أنا عندي الكريو دوت مرتبطة الـ R1 لا الـ R1 اللي هي تبع سلندر هذه ذابتة لكن الـ R2 أنت كيف تجيبها؟ مثلنا الـ R2 مع الـ Q-DOT فلما نشتاق الـ Q-DOT بالنسبة للـ R2 حاجينا إيش؟ حاجينا اللي هي الماكسيمن فاديو هنا بالنسبة للسلندر حتكون K على H وبالنسبة للسفير حتكون 2K على H فنحن لازم نكون أعلى من هذه القيمة The largest value of the critical radius we are likely to counter is لاحظ هذه هي الـ K تبع الـ Insulation الماكسيمن أعلى قيمة ممكن كل الـ Insulation وهذه الـ H minimum للـ Insulation نحصل بها أنه critical radius هذا المفروض يكون 1 سنتيمتر إذن بهذه الطريقة ممكن إذا كان عندك كويت وتواتر أو ستيم بايف ممكن تحط عليهم مادة عازلة وما فيها أي خوف يعني أنه يحصل فيها increasing تبع الـ Head Transfer السلام عليكم ورحمة الله وبركاته